صباح لنور أتمنى أن تكون بأرسحة وسعادة حلقة اليوم سنرى معكم جميلة جدا جميلة جدا جميلة جدا جميلة جدا جميلة جدا ما أختارها أو ما أفتاكرها لا أعرفت ولكن أحاولت أن أعطيكم الوصفة الخاصة بالنسبة للبيسكويت للداخل شيء يترضيني بالنسبة للقوام لها شاشة جميلة ولكن صراحة بالنسبة للفكرة لا أعرف أن تكون أول واحد أتكرها فأنتمنى أنكم تتبعوا معي الحلقة من الأول حتى الآخر دائما الأسرار أهم الوصفة إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا لها لايك وكتبوا لي تعليق من تعليقكم بالنسبة للتعليق الكثير التي جاءت على التغميصة فأكيد سأعطيها لكم لأنها جاءت على تعليق الكثير إن شاء الله يقيم الحلقة الجاية إما من بعد منها بالنسبة للمقادير بالجرام وبكأس العنبة من فئة 170 ميليتر فأنا هنا 150 جرام من الزبدة الزبدة تكون حيوانية خليتها في درجة حرارة الغرفة نستعمل زبدة التي تكون لينة سنزيد لها 60 جرام أو ميليتر من الزيت النباتية وهي أقل شوية من نصف كأس العنبة 40 جرام من نشط دورا وهي الميزينة نصف كأس العنبة حبة من البيض وعندنا سكار سكار ناعم أو سكر سنستعمل منه 100 جرام وهي كأس العنبة قبصة من الملح كيزين من السكر الفاني وبنسبة الدقيق من الأحسن أننا استعمله دقيق خاص بالحلويات استعملت منه 380 جرام وهي ثلاثة كؤوس عنبة زائد نصف كأس سوف نرى معكم من بعد لأن كأس العنبة كأس العنبة سوف نرد البال ما هي هذه وصفة جيدة حتى على المرات لا نضع الوصفة بكأس العنبة لا تكتبوني في التعليق كيف نحبس كأس العنبة تدرسليني قليلا كيف نضعها بكأس العنبة وكما تحملوا مسؤولية خطأ في الأخير انكم تشوفوا العجينة كيف يشد وتشربتها أو لصفي نعطيها غيب القرام وتكون الوصفة مضبوطة لأن كما تشوفوا معي أنا غالبا أو الناس كاملة تتعطي كأس العنبة 100 جرام ولكن هنا سوف تشوفوا معي كما تشوفوا كما تشوفوا هذا الكأس عمرته بحالة مني أسسته فنزلش شوية لأن كل واحد كيف يعمر هذا الكأس العنبة لديه 170 ملتر أعطاني 110 جرام وباقي فيه شوية أخاوي لهذا نقول لكم دائما كأس العنبة لا نريد أن نضع المقادير وكتبوني في التعليق إذا لم يمكن أن نضع المقادير أو لا نضعهم لا تكتبوني في التعليق سوف نضع كذلك 1 نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الخاصة بالحلويات وهي البايكين باودر سوف نريكم قداشة ملعقة صغيرة لا نريد أن نكتره هنا سوف نأخذ الزبدة في هذا القوام تكون كريمية سوف نضع لها 100 جرام من السكر ناعم ودروري أن نغرب له لكي لا يبقوا في الحبيبات نهائيا الناس الذين يسحب لها أنني سوف نطرب مثلا سوف نضع ملعقة صغيرة سوف نضع ملعقة صغيرة سوف نضع هنا وضع الملحة كبيرة لكي أعطيه التوازن سوف نضع كيسين من السكر الفاني سوف نضع ملعقة صغيرة سوف نضع 60 ملعقة من الزيت النباتية سوف نأخذ هذه المكونات ونخلطهم مع بعضياتهم ننسى الاستعمالات القصرية سوف نضع قصر أخذوا وخلطوا على البيسكوط لكي لا يطرش لكم السكر تستعملوا غير بيديكم هنا نستعمل باتر الألكتريك يسهل عليها ويعطيه القوام لبيسكوط يجري لبيسكوط هنا نحضر الأزفاد والزيت والملحة الفاني سوف نضع بيضاء دائما المكونات يكونوا في درجة حرارة الغرفة لكي يأتي البيسكويت كله بالنفس القوام لا يمكنني أن نزيد البيض بارد تحبب لي هذه الزبدة ونقوم بخلط هذه المكونات كلهم حتى يعطيكم بشكل كريم وبر ثم نزيد هذه نصف كاز دقيقة خلطهم على نصف كاز الماء وضعتهم مع بعضياتهم خلطهم في الأول بحلقة هذا ومن بعد نكمل بيض سوف نغرب لهم دائما تغربين كيف تغربون هذه الأشياء أو النواشيف يجب أن يكون قوام جيدة البيسكويت أو الكيك أو أي شيء نعمل بها بالنسبة لي أن المكونات كلهم كان وزنهم بالقرام نضع هذا الكاز فوق من الميزان وكان وزن غير مصافي فأنتم هنا سوف نزيد هذه 40 قرام من النشط الضراء وهي الميزينة سوف نزيد 1 ملعقة كبيرة من الدقيق الذي لديكم في الوزن لكي تكون لديكم بشكل كريم لديكم بخلق هناك هذه القادية أريد أن تأتي بيسكويت لديكم بيسكويت في الأخير هناك هو الكمية الوحيدة التي نضربها بالكهربائي ثم نكمل أغرب إيدية وغرب رؤوس الأصابع دائما إذا أردنا أن تجي مقرملة و تجي ماشي إلاستيك و تجي زوينة فما كان أجنوهاش بزاف و دائما كنغربله في آخر دقيقة عاد كنغربله و أنا كنزيد بشوية بشوية و كنخلط غيب رؤوس الأصابر بالنسبة لي أنا غنزل الكمية كلها ديال الدقيق بحلاكتها لأنني أوزنتها بالميزان غنزيد هنا غير مستمع القاس صغيرة ديال الخميرة شوفوا قداش ما تكتروش الخميرة باش ما يفيد لنا شدك البيسكوي و يجيب حل الكيك نصف معلقة صغيرة سوف يكون كافي كيف ما أقول لكم أنا درت الكمية كاملة ديال الدقيق لأنني كان أعطيكم مقادير مضبوطة بالنسبة للناس اللي كتوزن بالكاس ديال العنباء فدائما كتزيدوا لك النصف كاس الأخراني بشوية بشوية لأن كيف ما أقول لكم أنا كل واحد كيفش غير يعمر الكاس دياله كين اللي غير عمره غير عشوائي وبدا يزيد كين اللي غير يكون عنده معمر بالقباء ذلك شاش كنقول لكم كاس العنباء ما يعطينيش نتيجة مضبوطة صافي هنا يا كنخلط دائما وغير كنتني الأجينة في الآخر شوفوا كيفش كنتنيها ما كان عجنهاش غادي تجمع لكم ضغية ضغية وكيكون هذا هو القوام دياله كيكون قوام رطب وفي نفس الوقت ما كيستقش في لي الدين هكذا كيكون واجد عندي أنا نشكله مباشرة أنا ما خليته ليرتاح لحتى حاجة غير سالي تصافيخ ديتو وغير نشكله معاكم كيف ما غير تشوفوا معايا دابع بغيتوا تخليه واحد عشرة طريق في التلاجة ماشي مشكلة كناخد هنا كويرات غي صغارين ديال الأجينة لان اذا خديت مثلا كويرات كبار وقدرت البودان طويل ما كيساعدنيش لان الأجينة ارتبع فكنناخدها بحالة كده غير قياس ليعطيني واحد اربعة او خمسة ديال البيسكويت كنقذ بحالة كده لان السومك اللي بغيت ما يكون شغلية بثاف وما يكون شغلية بثاف وما يكون شرقيق فانتو ما كتقدو على هاته تقريبا بحالة كده كيف ما كتشوفوا معايا مني كنحطو في المقلة كنحاول اني نقدو مهم هما تقريبا كلهم كيجيوا مقادل اللي انا من بعد وقت كتعوجو شي شوية رحنا كنقدوهم مني كنزيدو لهم هاداك الفيتين وشوكولا من الفوق كتقدو بحالة كده صينية انا عطوني جوج ديالسواني بحالة كده قد يطيب غير على مئة وخمسون درجة وبدون مروحة الناس اللي عندهم الاشالوغ طوغنط ما تستعملوهاش والناس اللي عندهم الفورن كيشتاغل ضروري او اوتوماتيك مو كتخدم فيها هذه الاشالوغ طوغنط فكتنزلوا شوية الحرارة لمية واربعين درجة كتخليوه حتى كيتحمر حتى من الداخل دائما هاته البيسكويت كيطبع لنار تكون هادئة لان نحن مشكلناش مبسط او مشكلناش مثلا الاشكل بحالة كنصايبو كيفاش تلاقينا او كيفاش كنصايبو البيسكويت العادي هذا كيكون شوية بحالة شكل ديال بودان فمال احسن انكم تخليو على نار هادئة جدا هذا هو السر ديالو حتى كيطيب على خاطره من بعد صافيك ما كتشوفوه را كيتنفخش شوية كيتشق من الفوق بحالة كده بحالة كيتفرش واحد شوية هذا هو الشكل ديالو كيتشق بحالة كده شوية واذا دورتو فكتشوفو هنا التوريق لان هذه العجينة الطريقة باش خدمناها كتعطينا واحد البيسكويت اللي كي يجي خفيف بزاف ومرمل وفي نفس الوقت في واحدة قرميلة اللي يزوينا بزاف بالنسبة للفيتين فكنا حاول اناني انفتتو بحالة كده كامل ضروري انكم كترجعوا قطاع صغيرة اذا كنتو شارينو كبير اذا كان صغير من الاول صافيك تستعملو مباشرة احنا مبغينا شوية كبيرة انا هنا عندي شوية كبيرة تعمد اناني نخلي لكم الصوت ديال دقرميلة ديال الفيتين باش تعرفوا ان هكدا خاصني نستعملو فاذا كان لاوي ما غايزيني حتى حاجة في البيسكويت قبل ما نشري الفيتين دائما طلب من اللي باعي انه يعطيني نضوق شي شوية ارى ما شيعيب هو والنوازيت دائما نضوقهم نوازيت لانك يكون غامل ما يتباعش بثاف فكندق دائما واحدة قبل ما تخسر لي البخالينة او تخسر لي اي بريباراتي عندي الفيتين نفس الحاجة يقدر يكون بارد فما نستفد منه احتى حاجة فبالنسبة لكم اذا مثلا شريته وكان بارد ارى ماشي مشكلة شو كنديرو كنسخن الفرن على مئة وخمسون درجة حتى يسخن جيدا من بعد كنحط ورقة من البابيير كويسون ضروري من البابيير من التحت كنحط فوق من الفيتين كنحاول ان نبسط هذا الفيتين ندخلو مدة دقيقتين على فرن مطفي غير كنحط الصينية سافي كنطفي الفرن كنحط دقيقتين تقريبا وكننخرجو مني كنخرجو مباشرة كنحطو في شي صحن او شي تبصيل يكون بارد لانه غيبة اللي يلاوي كنشوف ان مثلا ذاك البيسكويت ارجع لاوي هدي حاجة عادية لانه سخن في الفرن بمجرد ما نحطو شي حاجة باردة غير واحد دقيقة رغير يرجع ياخد ديك القرمشة دياله كاملة او كنقدر نحطو في واحد المقلة اللي تكون ما كتلصقش كان بقى نحرك بحالك ده بستمرار على نار تكون اقل من هادئة بحش معه غير نشوف ان هاداك الفيتين زاد واحد درجة في اللون مثلا اغمق من هادي اللي كتشوفوا معايا معني تاره واجد مني كنقيصوه كنلقوه لاوي لانه هو سخون غير كنحطوه وضروري انه مباشرة كنحطو شي تبصيل ما نخليه وشو المقلة كنحطو شي تبصيل سافيك يرجع ياخد ديك القرمشة دياله اللي كانت فيه هدي كان ضروريا لانه بزاف ديالناس كتشلفويتين لاوي او كيبقى عنده في الدرب فهذه الطريقة اللي كنرجعو بها ياخد ديك القرمشة اللي كانت فيه في الاول من بعد فغير كيبرد البيسكويت مباشرة كان نغوبا في الشوكولة باش كيبقى محافظ على تقرمي لديله كاملا دائما مني تصاحبواي بجبيز كويت او في نفس النهار في الشوكولة كان يبقى محافظ على تقرمي لديليله كندوب شكولة كان نغطس فيها کهذاك البيسكويت كنحتهاd ايشي شبكة اندي رجال فاعد من البيسكويت وكان غطسها مباشرة في الفيتين كان دي الفيتين من تحت ومن الفوق وهنا حاول اني نلبس هذا الفيتين بالشوكولات شوفوا كيفاش كانش تشمع هذه الفوتين مع الشوكولة لكي يقصوا من جميع الجوانب يبقى بحلاك هذا محافظ على هذه القرمشة إذا قمنا بحلاك ذلك الفوتين يكون معرض للهواء كثير من معرض للشوكولة فهي بدأ يبرد أو يبدأ يلوى فدائما نتأكد أنني بمجرد ما نضغطه نبقى نضغط عليه أو نحاول بحلاك نلبس هذه الفوتين حتى هو بالشوكولة لكي يبقى محافظ على هذه القرمشة أطول مدة ممكنة بالنسبة للطريقة رابطها قدامكم نحاول غير ما نوصق شيء بالشوكولة نأخذ هذه الفوتين ونقوم بحلاك ده من فوق ومن تحت ونشمع مزيان هذا الفوتين مع الشوكولة لكي يتلبس به كلك يعمار شوكولة البيضاء سنكمل بحلاك هذا بالنسبة لكمية الشوكولة التي تكفيكم في هذا الوصفة هذه فهي 400 جرام هي اللي دخلت لي انا دوبت 500 جرام شاطلي منها اشي شوية بالنسبة للشوكولة يستعملت خلط ما بين شوكولة غيش وما بين القالا استعملت القالا البيضاء وشوكولة غيش استعملت الماركة ديالكالبو كتدوب مزيان وكتعطيني واحد الانغوباش اللي يزوين تقدروا تستعملوا غير قالا تقدروا تستعملوا غير شوكولة غيش غير تأكدوا ان السيولة فيه انه مثلا كتتحمل انانين انغوبي ما غديش يديلي قشرة كبيرة ودائما من الدوب شوكولة شوفوا السيولة كيفاش دائرة تقريبا واحد ملعقتان كبيرة او ثلاثة ديال الزيت حسب هذيك الشوكولة اللي عندكم كيفاش دائرة تشوفوا كيفاش القوام ديالها وتقدوها شوية بالزيت وانا دائما صراحة فلانغوباش اكتري في شوكولة بلو كنخلط لان شوكولة غيش بوح ديتو كي يجي شوية تقيل والكيمياء ديال الفوتين اللي دخلت لي في هذي الوصفة هذي هي مئة وخمسون قرام راشتوا معي في الاول كنحاول انهرس هذه الفوتين باش ما تبقاش ليا غليظة اذا بقت غليظة ما كتجيش متناسقة فشكل دياله فضروري انكم كتهرسوها اشي شوية سافيك نظن انكم ابنت لكم الصورة وفهمتوا كيفاش خاطنا نصيبو او كيفاش نغوبا وهذا البيسكويت هذو هنا كمت الصينية لقوه لا غدي نكمل حتى الصينية ثانية ونخليهم ينشفو بحلا كده غير في الهواء اذا مثلا كان سخون او في مدينة في الحرارة تقدروا تدخلوهم التلاجة ولكن اغطيوه بالفيلم اليمانطيق لان الفوتين لا يستحمل رطوبة هنا من بعد ما كملت وريتكم ان هذه الكيميه اللي اعطيتني سيبجوش ديال السواني ومن بعد ان نشفوه او ان نشفع لهم الشوكولة سوف أوريتكم هذه الكيميه اللي اعطيتني كميه اللي وافيه دائما نجرب وصفه نجربه في كميه لا تكون كبيره كميه كبيره جربوا اول مره في هاد الكميه اللي اعطيتكم من بعد عاد شوفوا هذه الساعة اذا بقيتوا الضعفه ريكت ضعفه او حتى بالنسبة للناس اللي كتشتغل جربوا مره ومن بعد بقيتوا الضعفه الكميه ريكت ضعفه المكونات كاملين وبالنسبة الاحتفاظ دائما العلب اللي كتكون محكمة الغلق كيكون فيها بحل بلاستيك من الداخل كتكون كتلتم مزيان كنفضل دائما انني نديرها كده في بوات يكونوا صغر على بوات كبيرة فقسمتها الكميه يجلو جلو بوات بحل كده كنفضل مزيان ودائما اللي غيخلي لكم الحلوات بقاطرية اطول مدة ممكنة لانكم تاخدوا الفيلم اليمانطير وكتبقوا وكتلويه بحل كده على هاداك الحك اللي عندكم على الجهة الاولى او للعرض او من بعد او تاني على الطول حتى كتغلف عندكم هديك او كتغلف هديك البوات كاملة ما كتبقاش نهائي ندخل حتى نسماء دي اللي هو حتى بالنسبة للناس اللي كتاخدوا اللي كوموند صيبوا لي بوات بحل كده وعطاوهم للناس كيبقوا مجرملين كيكون دوشتك النهائي ديالها الدفو الوحيد اللي فيها انكم اذا بديتوا واحدة صافي ما كتقدروش تحبسو ضروري كتبقوا واحدة مرة واحدة اما كتجي حلوة اللي غزالة بساف ومختلفة وزوينة كنتمنى انكم تطبقوا هاد الوصفة هدي بجميع النصائح اللي اعطيتكم الناس اللي ما كتتعجبهاش مثلا شوكولات البيضاء تقدروا تستعملوا شوكولات بالحليب تقدروا تستعملوا شوكولات سوداء تقدروا مثلا اذا ما عندكم فويتين تديروا غلاسات غوشي هذك الشوكولات اللي كتدوبو تزيدوا له شوية اللوز كونكاسي اللي محمر غلاسات غوشي اللي صيبتوا معاكم بزاف ديال المرات وكتنغوبوا فيها البيسكويت وكنتمنى ان الحلقة تكون عجباتكم نشوفكم بخير وعلى خير الحلقة المقبلة ان شاء الله اذا عندكم اي اسئلة او اي اقتراحات او احتى اي طلبات ما تنسوش كتبوها لي في التعاليق